الشيتة جهي برويحه الحلوة ومخبوزاته الجميل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك احلام طبعي لي في الدنيا منورني دايما على قناة المتوضعة واتمنى يا ربي دايما تكونوا بخير النهاردة بازن الله هنعمل القرس الطارية بالحشوة بتاع العكوة او البلح هتبقى جميلة جدا معك هنسمي الله ونبدأ معايا الخميرة بتاحت يا بيرة يا فورية ما فيش فرق خالق وحابة تعملي بنص لبن ونص مية ما فيش اي مشكلة خالص معايا كوباية لبن فترة مش سخنة فترة ومعايا الخميرة بتاحت ومعايا اربع معلق من السكر دا وبتهم مع بعض كده وهركنهم على جنب لحد ما كامل بقية المكونات معايا نصف كيلو اه او كيلو من الدقيق يعني حسب ما انت حابة كيلو من الدقيق اه متعدد الاستخدامات اه عادي خالص لو بدقيق الامح الدرجة اولى معايا معلقة كبيرة من البودر. اه وبدأت كده اخلط المكونات بتاعتي مع بعضها مع معلقة خلق ضروري جدا. معلقة الخلق دي جدا بتديها شاشة للمخبوزات. وهبدأ دلوقتي لو دي معاك احتاج اه شوية لبن حطي احتاج شوية مية حطي. فالعجينة في ايديك اه ما تقولش لأ ده المقدر كزا العجينة معاك حابة اه شوية دي حطي حابة شوية لبن او مية فترة حط. لحد ما العجينة بتاحتك تبقى مظبوطة. معايا نص كباية من الزيت على السمنة لان القرص الطرية ما بتحتاجش ادام كتير. تمام? لو حب لو حطيت الادام كتير مش هتبقى طرية هتبقى معاك جافة. تمام? اه دلوقتي العجينة بتاحت اختمرت بعد ما العجنت كويس جدا سيبناها بمكان دافي. قورتها كويس زي ما حضراتكم شايفين كده? وبدأت اه العجوة بتاعتي انا شايفين ما بططها كده? او فردها عشان تسهل معايا اه عملية الحشو او ما تاخدش معايا وقت تبقى كل حاجة معايا جاهزة. تمام? بدأت اه الم العجينة كده واخلي الجزء اللي هو انا لمها ده شايفين? لتاحت. وبدأت اضغط عليها ضغطتها مبسيطة كده وحطها في الساق. اكمل الكمية كلها بنفس الطريقة. ولو وصلت معايا النقطة دي اتمنى تتعموني باللايك. وكمنت جميل اه جميل كده من حضرتكم. اه عشان يجعلنا نستمر بازن الله. اه واتمنى ربا يكون عندي حسن ظنكم. شايفين? ما شاء الله. طبعا هكمل الكمية كلها بنفس الطريقة لحد ما خلص. اه يعني مش هتاخد مني وقت خلص ولا ما كود في اي وقت. هتعمليها للمدارس للانشبوك. للفطار للعشا. لاي وقت هتعمليها كون جازة معاك وجاملة جدا والله مزبوطة. اه ما قدرها مزبوطة سهلة جدا وبسيطة. شايفين? اه الخطوة اللي بعد كده. القرص بتحتي بعد ما حطتها عصاك. اه اخطتها كده بلدهر السكينة او بالسكينة. تلت شورة كده. اه ليه? السبب عشان اه ان احنا مش عايزين القرصة بتاعتنا تنفخ وهي فيها العجوة. طبعا حجم القرصة يرجع لك انت حبت زخارها عن كده زخارية حبت كبري عن كده كبري. اه دلوقتي معي يا رشا معلقتين من اللبن. او لو عندك سفار بيت حطي ما فيش اي مشكلة خالص. ده ما حاجة من عندك انت بقى معلقتين من اللبن وبطهن الوش بتاع القرص بتاعت. حبة تحط رشة سمسم. ما فيش اي مشكلة خالص. حبة البركة عادي خالص. اه دلوقتي هبدأ في مرحلة التسوية. الفرن متوسط. اه من تحت. اه ومن فوق. بس اه ان انا ما غيبوش في في الفرن عشان العجوة بتاعت ما تنشفش. احنا لو انت هتعملها في الفرن البوتاجاس هيبقى على درجة متى اللي تحت يعني الربف اللي فوق السبب. وبعدين ارفعه ياخد الوش بتاعه الجميل. ما بالنسبة لي فانا عاملها في الفرن العادي بتاعنا بتاع الانبوبة. شايفين ما شاء الله ولا قوات الا بالله. اه وبالنسبة للحشوة شايفين الحشوة. لان احنا فردنا الحشوة في قلب العجنة. شايفين ما شاء الله ورقوات الا بالله. اتمنى رب الفيديو يكون عجبكم ولو عجبكم.